اشتركوا في القناة صحة وسعادة للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء يعني اليوم منحاول الحلقة عندنا فيها وايد مواضيع منحاولنا أخذها بشكل سريع خلونا بس نبتدي معاكم بأهم الأخبار اللي طالعتنا فيها الصحف أن سيترحب بالزملاء اليوم معنا في الأخراج عيسى سبيل وفي التنسيق معنا لخة أشواغ مسعد وهذا محدثكم حمود يوسف عموما أخبارنا اليوم أول خبر انطلاق أعمال مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دبي تشهد دبي اليوم الثلاثاء وغدا أعمال مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دورته الثانية وذلك تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الثاني عشر وبمشاركة أكثر من خمسمائة عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي طبعا الخبراء هذه في المجال الصحي والسياحة العلاجية يمثلون تسعة وعشرين دولة ومئة وكيل ومنسق من مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية محليا عربيا وعالميا ينطلق المؤتمر الذي تنظمه الهيئة برعاية هيئة الصحة بأبوظبي والشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الإمارات وشرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق وجمعية الإمارات الطبية والمنظمة العالمية للسلطات التنظيمية الصحية والمنظمة الدولية للسياحة العلاجية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة طبعا يكتسب هذا المؤتمر أهمية كبيرة في ظل التطور المتسارع الذي يشهد القطاع الصحي في مختلف دول العالم وهو الأمر الذي يتطلب الإطلاع على أحدث الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تساهم في رفع معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتبادل المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الطبية والتشريعات الفاعلة لاستجابة الاحتياجات ومستقبل الرعاية الصحية أيضا الخبر الثاني عندنا توصل فريق من الباحثين الهولنديين في جامعة مستردام لأن عقاقير بيتا بلوكر ربما تكون لديها المقدرة على إزالة الذكريات المخيفة من عقل الإنسان ويعتقد الباحثون أن هذه العقاقير التي تستخدم عادة لأمراض القلب يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون بسبب تعرضهم لتجارب قاسية وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد إجراء تجربة على ستين شخص حيث عرضوا على هؤلاء المتطوعين أو عرضوا على هؤلاء المتطوعين صور لعناكب وجعلوها ترتبط في مخيلتهم بصدمات كهربائية خفيفة في معاصمهم وفي اليوم التالي قسم المتطوعون إلى مجموعتين واحدة تناولت عقاقير بيتا بلوكر بينما المجموعة الثانية تناولت عقارا مزيفا ومن ثم عرضت عليهم صور العناك مرة أخرى واكتشف الباحثون أن المجموعة التي تناولت البيتا بلوكر أبدت خوفا أقل من المجموعة الأخرى وفي اليوم التالي كذلك بعد توقف مفعول العقار تم تحصيل متطوعين مرة أخرى إلى مجموعتين لتؤكد التجربة الثانية نفس النتيجة السابقة لكن الخبراء البريطانيون يتسألون حول أخلاقية التأثير على عمل الدماغ حيث أبدأ بول فارمر الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العقلية الخيرية قلقه من الأساس الصيدلاني للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من الخوف المرضي الفوبيا والقلق النفسي وضاف فارمر إلى أن تعاطي العقار يمكن أن يؤدي إلى إزالة الذكريات الجيدة كذلك كاما الدكتور دانيل سوكول الأستاذ بجامعة لندن فيري يعني قال أن الذكريات السيئة ضرورية أيضا كي يتعلم الإنسان من أخطائهم والله أنا اختلف مع فيري واحد إذا ما عنده ذكريات سيئة يكون أحسن عموما قبل برنامجنا يعني برنامج البث المباشر اتصل أحد المستمعين أعتقد اسمه بوعبيت بوعبيت كان بوعبد الله أه بوعبيت نزيل صحي يعني بوعبيت أنا قلت اتصل وكان يتحدث عن أن هناك يعني شكوى على أساس أن ما يتم استقبال القصر أو المرضى القصر اللي عمره تحت 16 سنة أو 17 سنة ما أدري حينما بتكون معانا الدكتورة منال بتعطينا النص كامل دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية مرحبا دكتورة مرحبكي نهلا بكتورة نحن حاولنا دكتورة نتصل في بوعبيت لكن بوعبيت عنده ظرف ما قدر يطلع معانا على الهوة لكن أتمنى أن يكون يسمعنا كذلك بعد البرنامج ممكن أن يسمع البرنامج على مواقعنا في الإعلام الاجتماعي دكتورة بوعبيت كان يتحدث أنه كان مطرش ولده على المركز الصحي عمره 16 سنة ما استقبلته ممكن نعرف شو الأسباب وليش ما يتم استقبال اللي أقل عن 16 أو 18 سنة أولا أنا أشكركم على اهتمامكم وسرعة الاستجابة لاستثارات المتعاملين بالعكس شكر لك دكتورة الله يسلمك هو بس لك توضيحه أخوي وإن شاء الله نحن بنحاول نتواصل مع المراجع بطريقة مباشرة عشان نوضح له لأنه أعتقد أنه في خطأ في الفهم أو سوء فهم في الموضوع طبعا مثل ما أنت تعرفون أنه في قانون المسؤولية الطبية وهذا قانون من الدولة هذا مش من هيئة الصحة في الدبي قانون المسؤولية الطبية ينص على أن العمر القانوني لأي شخص عايش في الإمارات ومواطنين الإمارات هو سنة 18 سنة تحت سنة 18 سنة يكون مسؤول عن القرارات التي تتخذ الطبية يكون ولي الأمر هذا عالميا دكتورة هذا عالميا وفي قانون في الدولة اسمه قانون المسؤولية الطبية نحن مجبورين نتبعه نحن عندنا بعد الاعتمادات الدولية اللي يتنص على أن أي مريض يتعالج عندنا لازم يكون فيه إقرار موافقة للاستشارة الطبية لضمان صحة وسلامة المتعامل وليس المركز يعني لضمان أن المتعامل ياخذ على حقوقه كاملة هذا بيست براكتس وخوي يعني إحنا ما نقدر نغيره وهذا يعتمد عليه الاعتماد الدولي الحين الإقرار يجب أن يكون الشخص اللي يتقدم لطلب العلاج فوق السن القانوني اللي هو حددت الدولة 18 سنة ولم تحدده هيئة الصحة الحين فيه إقرار ثاني اللي هم مثل ما تفضلت أنت فئة الأطفال أو القصر اللي هم من دون 18 سنة وهذا إقرار ثاني لو تلاحظون آخر آخر نقطة فيه مذكور أنه إذا ولي الأمر عجز أو لم يستطع الحضور أو كان مشهول بأي عمل ممكن أن يعطي الموافقة شفويا عبر الهاتف لكن لازم أن يحدد يكون فيه إثباتات على أنه هو فعلا ولي الأمر نحن لما نقول ولي الأمر ما ننخص فقط الأم والأب لأن في بعض الحالات الأم والأب غير متواجدين فتكون الوصاية على الطفل عن طريق القانونيين طبعا مع طايل الخال أو العم أو لأي شخص ثاني مسؤول عن هذا الطفل فلازم يكون فيه موافقة سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق المكالمة الهاتفية مع الموظف أنه يقر بموافقة على الاستشارة الطبية الاستشارة وليس العلاج عرفت أنه يعطي عرفت كيف لأن للعلاج فيه إقرار ثاني لأن أنا ما أقدر آخذ إقرار للعلاج من غير ما أحدك شوه العلاج وأشرح للمريض شو مخاطر العلاج إذا وجده جميل الآن دكتور للأسف يعني أنا ما أبغي أقول هذا الكلام لكن ولي كان هناك استثناءات وفي استثناءات صحي أيوة من الشؤون القانونية وليست أيضا من هيئة الصحة الاستثناءات كالتالي للأفضل أن إذا كان الطفل في حضانة أو في مدرسة أو في معهد أو في أي جهة تعليمية أو في الأندية المرخصة في الدولة وحصل لحادث أو تعب أو مرض فيكون هناك المسؤول عن توقيع الإقرار هو المدير في هذه الجهة التعليمية وما يشترط حضور الولي الأمر الحين هذا في حال أنه حضر للاستشارة الطبية ولم ينقل عن طريق الأسعاف أو في حالة خطرة لأن إذا كان المريض في حالة خطرة أو في حالة إغماء أو في حالة طبية لا تسمح أني أنا أقعد وأخذ من عنده إقرار موافقة فهذا يعتبر أيضا استثناء ويكون المدير التنفيذي أو مدير الإدارة أو مدير المركز هو المسؤول عن التوقيع نيابة عنه لأنه خلاص صارت هذه المسألة محتاج تدخل طبي سريع دكتورة أنا اللي يستغرب منه حقيقة يعني في صاير للأسف يعني في بعض الحالات أن ولي الأمر سوري الخادمة أو مدبرة المنزل هي تكون ولية الأمر وتطلع مع الطفل على المستشفى أو على العيادة وهذا الكلام ما يصير دكتورة بمعنى أنا إذا عندي ولدي تعبان أو مريض المفروض أنا تواجد معه أنا أعرف حالة الصحية هو هذا الصح هو هذا الصح ولكن في بعض الحالات مثلا أنا بشرح لك إحنا نتعرض لها كثير وأنا أقدر هالشي أن مثلا تقويم الأسنان علاج تقويم الأسنان أحيانا الطفل لازم إي العيادة مرتين في الشهر أو ثلاث مرات في الشهر فأولياء الأمور اللي يكونون مرتبطين جهة العمل ما يقدرون أنهم يحضرون أو يطلعون الطفل من المدرسة فهو في هذه الحالة يلجأ لاستخدام الهاتف في إعطاء الموافقة ويبعث الطفل مع الخدامة لكن يكون فيه نسخة من بطاقة الهوية للخدامة موجودة معنا وأرقام التواصل في حال حصل أي مشكلة لكن يكون فيه تعاخد أن الخدامة مسؤولة عنها لأن هذا هو أصلا مثل ما ذكرت لك هذا قانون المسؤولية الطبية والقانون ما أعدت هيئة الصحة هذا الشيء متوفر ليس فقط فيئة الصحة وليس فقط في دولة الإمارات دكتورة هو قانون الممارسة عالمية دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع رعاية الصحية الأولية أنا شاكر لك هذا التواصل السريع والمباشر من جرد ما طرحنا عليك الموضوع آثرت أن تتطلعي معنا على الهواء وتوضحي لنا هذه المسألة فشكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله دائما شكرا جزيلا دكتورة أمامكم شكرا مع السلامة إذن كانت معنا الدكتورة منال تريم مدير التنفيذي قطاع رعاية الصحية الأولية كنا نتحدث عن شكوى وردت في برنامج البت المباشر مع الزميل والحبيب راشد الخارجي بوعمر وكان بوعبيدي تحدث عن ليش اللي أقل عن 18 سنة ما تعطونهم ما تعالجونهم إلا لازم ولي الأمر يكون موجود دكتورة وضحت المسألة تحدثت عن قانون المسؤولية الطبية تحدثت عن الاعتمادات الدولية اللي حصلت عليها المراكز والممارسات اللتي يجب أن تتم وفق إقرار الموافقة الخطي وهذه كلها طبعا لسلامة الاتخاذ الإجراء الطبي السليم عموما في شكر خاص لدكتور محمد العلماء في مستشفى راشد لتعاوني وإخلاص ومرعاتي بظروف المرضى الصحية والأسرية طبعا الشكر لجميع الطب مستشفى راشد جميع الطباء في مستشفيات الهيئة طبعا هذا المسج ما يخصنا فيه نشرات توعوي وحملات وضحوا طور هذا الصرف من أمراض لأنه ينقل أمراض معدية أوكي هذا المسج على المسجل العقبة إذا حصلت ممكن أقرأه عموما فاصل نحن طولنا على عيسى فاصل وما نرجع نستكمل فقرات برنامجنا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة يسوي ساير يالس زي حياكم الله معنا مستمعين الكرام واسعد الله وقاتكم ورة أخرى في برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للأعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين يعني في بعض الإنجازات التي دائما ما تتحقق في القطاعات الصحية بشكل عام وأيضا من ضمن المواضيع اللي ما نطرق لها اليوم موضوع جدا مهم موضوع في يعني إنجاز جديد لمستشفى راشد ما نتكلم مع الدكتورة دين القدرة السشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد وأيضا معنا الدكتور مأمون شفا عمري يا سلام على الاسم الجميل هذا الدكتور خصائي أول مستشفى راشد وطبعا أنت الدكتور وفي شفا في الموضوع فأعتقد أنه مطابق إن شاء الله عموما دكتورة صبحت الله بالخير صباح النور والسرور حياة أكبر أنا أطلب أنك تتحطين السماعة على اساس إذا حد من المستمعين حاب أن يتواصل معنا ويشارك معنا في البرنامج فأرقام التواصل معنا 4006 للرسائل النصية و 600551414 إذن 600551414 للتواصل معنا ورسائل النصية على 4006 عموما موضوعنا اليوم نتكلم عن الخدمات التي يقدمها قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد قبل كل شيء دكتورة ما يتكلم بشكل عام عن هذه الخدمات في جزئية معينة في هذا الحوار فشو هي الخدمات التي تخدمونها أولا صباحكم الله بالخير جميعا الشكر لكم لأسرة برنامج إذاعة نور جبي نحن في مستشفى راشد وتحديدا في قسم جراحة الأوعية الدموية طبعا نهتم في تشخيص أولا جميع أمراض الأوعية الدموية التي تهتم في الشرايين والأوردة والأوعية اللمفاوية هذه هي الأوعية الدموية أولا يأتي المريض نشخص جميع الأمراض منها للأطفال الكبار الأمراض الوراثية موضوع الجلطات الدماغية موضوع الجلطات اللي في الأوردة الجلطات اللي تصيب الشرايين وخاصة أننا نعتبر رقم واحد في الإمارات في الإصابة بأمراض السكر اللي تصيب هذا المرض يأثر على شرايين بالذات الأقدام مرضى الفشل الكلوي اللي يسوون الغسيل الكلوي بعد نهتم فيهم ونسوين معمليات الغسيل الكلوي لدينا كذلك مش بس جراحة الأوعي الدموية كذلك عدنا العلاج بالتداخلات القسطرة واللي صارت تقريبا أكثر عن 70 إلى 80 من العلاجات نسوي عن طريق القسطرة بالونات وكذا بدون اللجوء إلى الجراحة عن طريق الجراحة الكلاسيكية هاي باختصار الخدمات اللي نديها فيه جميل نحن السببب الرئيس اللي استضافتكم حقيقة اليوم كنتحدث عن عمليات الدوالي اللي تم استحداث طريقة جديدة لعمل هذا النوع من العمليات تتحدث عن بعض العمليات الكلاسيكية اللي كانت تقدمونها الآن يعني في البداية أريد أن تتكلم عن يا ترى ما هي كانت الطريقة القديمة وشو هي الطريقة الجديدة والفرق بينهما ماذا ممكن يجاوبني بفضل دكتور أول شيء السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام في نور دبي طبعا إذا بدنا نرجع للتاريخ للتاريخ الجراحة الكلاسيكية في هذا النوع من الأمراض اللي هو مرض دوالي الساقين طبعا كانت بعمليات شق بعملية جراحية بتخلف ندبات كبيرة وممكن تصير فيها نزيف طبعا بشكل كبير غير عن أنه تستدعي أن المريض يظل في المستشفى لفترات طويلة ممكن تكون من ثلاث أيام لسبع أيام بتكون ما كانت مريحة بشكل كبير للمريض هاي كانت الطريقة الاعتيادية لعلاج هذا المرض من تقريبا قبل عشر سنين أو أكتر بشوي تم استحداث بشكل عام اللي هو بنسميه الهيت يعني عن طريق قصطرة معينة بنقدر نعالج الدوالي والأورد المتضررة السطحية عن طريق قصطرة وبنوعين يعني النوعيات الكبيرة اللي هي الليزر أو الريديو فرقفنسي فبتعالج الدوالي عن طريق مجرد شق بسيط أو حتى تداخل بسيط وبنعطي حرارة عالية لهذا الوريد وعن طريقة بعدين بيصير عبارة عن إغلاق للوريد من الداخل منه ومن نفسه الطريقة الجديدة اللي طبعا الآن نحكي فيها أو لا أنا بس أخذ هذه المداخلة دكتور وبعدين نرجع للطريقة الجديدة من معانا عفوا ما أسمع حمدان أم حمدان تفضلي 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 أخي السلام عليكم يا هلا يا هلا تفضلي نشكرين الصراحة له البرنامج الطيب الله يسعج نشكرين صراحة وما يقصون ضيوف الله يسعج تفضلي أختي تفضلك أنا عندي شوية استفسارات لأنني بدت تولي عارات غريبة أول مرة تيني فمن بقارف أي دكتور راجع قمت أحس بدوخ تيني فجأة يعني وطحت كم مرة أنا قبل عندين وحسمة العيوني قامت تتعب بالذات وما أطلح في الشمس ما قدر أبطلها حسمة الحساسية ضد الإضاءة يعني ويعني تدمع مرات بلاي السبب وتأفت في الجزء الأيسر عندي الزراء الأيسر أحس التنميل صديع صديع يعني لدرجة تتيبس فتأتيني هالحالات أقب أتمر ريخ شوية لما تروح عني كم عمرت محمدان خمسة وربعين محمدان يعني أنا أنا مش طبيب بس الأعراض اللي تقولي لياها قلت روح المستشفى مدت لي على الطوارئ ما دري دكتورة أنت أدرا أنا أحس أن أعراض بداية بما أن هي حالات إغماء مثلا أو شعور بالإغماء قد تكم التنميل وأعراض جلطة دماغية أو أو أعراض هبوط يصيب نتيجة مثلا يمكن تعرض للشمس يمكن ضغطها ينزل يمكن مع الساعات مع الوقف الإنسان بعد فترة يصير عنده اختلاف في الضغط بين الجلوس والوقوف فينخفض الضغط الدم يؤدي إلى دوخة يمكن عندها فقر دم فتحتاج إلى كشف شامل لازم وبعدين سبحان الله محمدان محمدان أتمنى أنت تزورين الطبيب في أقرب فرصة الحين على توصك للتلفون أنا صرت المستشفى خليف في الحوادث يوم صرت لهم ومثوري أشياء بسعادية قالوا الحمد الأشياء من بين شي بس أنا كانت عندي كحة فالدكتور ركز على شو لأنني عندي شوية ربو فالدكتور ركز على شوية على موضوع ربو الخلل اللي يكون في وليد اللحظة لكن يحتاج طبيب عائلة طبيب أسرة في العيادات الخارجية يستتم سحتام عن الحالة وأخذ التاريخ المرضي بالصورة عامة وبعدين إجراء جميع الفحوصات اللازمة وهذه تحتاج وقت طبعا إلى أن يوصل للتشخيص السليم صحيح شكرا يوم حمد ونتمعناك إن شاء الله الصحة والعافية يا رب الله دكتور نرجع لموضوعنا اليوم الرئيس اللي هو موضوع الطريقة الجديدة في علاج الدوالي تفاضل دكتور طريقة الجديدة طبعا بنقدر نعتبرها من سنوات قريبة يعني ابتدأت في العالم ودكتور أمريكي رودني اسمه هو اللي اخترعها أو اللي اكتشفها من قبل ثلاث أربع سنين تقريبا بس صارت على مستوى العالم يعني تمارس بشكل روتيني من قبل سنتين سنة ونص تقريبا فهي الطريقة بدأنا طبعا احنا نشتغل فيها من 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 أكثر من ستة شهور الطريقة عبارة عن تداخل كمان بين عن طريق القسطرة بتخدير موضعي بس لأول لأول إبرة لعند الدخول بالوريد وبعدين بنحقن في الوريد عن طريق القسطرة نوع معين من من المواد الصمغية اللي بتخلي الوريد المتضرر طبعا بقبل هذا لازم نسوي فحوصات شاملة إنه نعرف أين الوعية وريد متضرر وقديش حجمه وقديش كبره ووين موجود بعدين بعدين هيك بنساوي العملية بحقن هذه المواد الصمغية وبتكون مريحة جدا للمريض بعد دقائق من العملية اللي ممكن تطول نص ساعة أو أقل كمان بقدر يروح البيت وبيقدر ينضم يرجع لعمله اليوم الثاني فكانت يعني تعتبر ثورة في هذا النوع من وهذه العمليات الآن موجودة في مستشفى راشد دكتورة دينا أنا بأخذ التفاصيل كاملة وأيضا يعني يسمحوا للمستمعين أنا نطيت على الموضوع بشكل مباشر بس بعد الفاصل برجع شوية منفصل الأعراض اللي الواحد ممكن يشوفها ولازم ينتبه لأمراض لمرض الدوالي وأيضا يعني أبرز أبرز المشاكل التي يجب أن ننتبه لها قبل وأثناء وبعد العلاج فاصل مستمعين وما أرجع لكم بس اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة قبل الفاصل توقفنا مع ضيوف دوالي دوالي الأوردة وعلاجة بالطرق الحديثة معايا فلسود الدكتور الدين القدرة استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد وأيضا دكتور محمود شفا عمري أخصائي أول في مستشفى راشد هياكم الله معنا ديكاتور نحن تحدثنا عن الطريقة الحديثة التي تم استحداثها في مستشفى راشد وهو آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال ولكن يعني عادة نتحدث عن الأمور الطبية بشكل تدريجي اليوم لأنا قتب أتكلم من الآخر ومن ديشة الحين في البداية يا ترى ما هي الدوالي وما هي الأعراض التي تحدث للدوالي والله خلي الدكتور يتكلف أتفضل لأن أحب اسمك شفاء عمري شفاء عمري الله يساعد فطبعا الأعراض للدوالي اللي هي دوالي الساقين احنا عم نتكلم اللي هو ضمن اختصاصنا طبعا في مراحل من مراحل خفيفة في المراحل الأولية اللي بالعادة في أكثر الأحيان بتكون شعيرات عن كبوتية صغيرة في القدمين بيشوف هالمريض وبالعادة النساء طبعا أكثر بيكونوا حساسين لهذه الدوالي العنكبوتية هاي في الدرجة الأولى هاي طبعا نعتبرها بس شكل يعني أنه شكل بيكون مختلف في الرجل عشان هيك بيجي المريض بالعادة للعيادة إذا تدرجنا بالأعراض بتصير في درجة أعلى أنه بيصير مثل ادعمة مثل تورم في الساقين مع شعور بالضغط مع شعور بالتعب بالرجلين خصوصا عند الوقوف يعني لبعض الناس اللي عاملين لفترات طويلة في الوقوف أو الجلوس بيصير عندهم آلام وخدر في الرجلين بعد فترة طويلة من الجلوس أو الوقوف بشكل بشكل عام هذه هي الأعراض الأولية للدوالي إلا إذا تدرجنا فيها لآخر وأخطر مرحلة بعد فترة طبعا من الدوالي ومن قصور الفلف اللي هو الصمامات اللي موجودة في الأوردة ممكن توصل لتقرحات صعب جدا علاجها في القدمة جميل أنا بأخذ المضاعفات مع الدكتورة دينا لكن دعونا أخذ هذه المداخلة من المستمع عمر ولا أبو عمر السلام عليكم السلام رحت الله عمر تفضل تكير عاشر الله يسلم اختصر لي عزيزي بس لو سمحت عندي شؤال على اساس موضوع الحلقة أنه أنا عملت عملية دوالي تقريبا ب2008 وكنت حب أستفسر أنه في إلها تأثير على الإنجاب بالنسبة للموضوع الدوالي وبدأ أستفسر أنه لما الموضوع عندما يأتي يلمس مكان العملية أو مكان الخصيتين يصبح فيه وجع أو بشكل عام فيه وجع شو سبب هذا الوجع بالإنسان الطبيعي أو اللي مش عامل عملية واضح شكرا يا عمر تسمع الإجابة فضل دكاترة أول شي تأثير الدوالي على الإنجاب بهذا العمل أتصور أتصور الأخر عمر يتكلم عن دوالي الخصيتين صحيح فهي موضوع مختلف عن دوالي الساقين والإعادة جاءة الدكتور مسالك بولية فأتصور من كلام طرحه أنه سوى العملية في 2008 فرأيي أنه يرجع لطبيب المسالك البولية لإعادة الفحص ويسأل عن كل التفاصيل أنا أتوقع في مجال خارج مجالنا جميل نرجع للمضاعفات التي قد تحدث للدوالي أو تزيد من خطر تطور الدوالي دكتور ذكر لنا العديد من الأسباب في هذا المجال ولكن أيضا إذا ما تم العلاج أو التأخر في العلاج أعتقدون المضاعفات كبيرة في هذا المجال صحيح الدوالي تتدرج من بسيطة درجة أولى إلى درجة سادسة فإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب تتطور وتتفاقم المشكلة إلى أن تصل إلى مثل ما تفضل الدكتور إلى تقرحات في منطقة بذات كعب الريل نتيجة شدة القصور الوريدي في هذه الحالات نفهم الفيزيائية في هذا الموضوع أن الدم بدون ما أن يتصفى من تحت إلى فوق عكس الجاذبية الأرضية في الساقين في القصور الوريدي الوريد نتخيل مثل موضوع العنابيب يصير في قصور وبالتالي الدم بس المريض يوقف الدم ينزل على تحت شو هي هل يعني ترجع لعوامل وراثية دكتورة ولا في أسباب يعني عضوية وهل الرجال أكثر من النساء عرضة لهذا الموضوع عم العكس ما في اختلاف تقريبا في الموضوع بالعكس يصيب الرجال والحريم بالعكس يصيب بعد الشباب مثل الكبار في السن العامل الوراثي مثل ما تفضل يلعب دور كبير في 80% من الناس عندهم القصور الوريدي نتيجة ضعف في جدار الوريد وهذا جينيا أو أن الصمامات التي تمنع تدفق الدم أو ارتجاع الدم إلى تحت هي التي تكون فيها ضعف وبالتالي يصير ارتجاع الدم يصير أنت توقف الدم ينزل من فوق أكثر منطقة فيها ضغط كبير شوي شوي تدرج أن تتقرح المنطقة وتفتح كقرحة وريدية ما أدري هذا عند الإسمان يمكن يكون أكثر دكتور زيادة الوزن يلعب دور دور كبير في هذا المجال الوقوف والوظائف التي تضطر المريض أن يوقف في الفترات طويلة هاي عوامل مساعدة جميل يعني أثم من كلامكم دكاتر أن هناك أيضا بما أن تساهم في علاج الدوالي يعني أو تفادي هذه هذه الدوالي التي قد تحدث من ضمنها يمكن الرياضة أكيد أكيد الرياضة طبعا يعني هو تغيير ل تغيير لطريقة الحياة بشكل 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 كامل الرياضة الـ الواحد أن يظل يتحرك بشكل بشكل دائم حتى لو كان عمله يتطلب وقوف أو جلوس لفترات طويلة لو بيقدر أكيد في أي محل عمل ممكن يأخذ بريك بسيط مثلا كل ساعتين ثلاث ساعات يمشي يوقف شوي يظل يحرك رجلي لأنه في هذا النوع من الأمراض مهم جدا أنه نخلي عضلات الساقين تتحرك إذا ضلوا واقف طبعا لفترة طويلة أو جالس العضلات ما هتتحرك وما هتخلي الدم يجري في المجرى اللي المفروض يجري من تحت إلى إلى فوق إلى القلب مثل ما لازم تمشي الدوالي في أشياء ثانية تساعد دكتور يعني مثلا في الحركة في نوع الحذاء أو أشياء معين واحد ممكن يرتديها تساهم في هو لأكثر شيء اللي بننصح فيه كوقاية إذا بنعتبر أنه بنحكي في هذا الموضوع الوقاية وحتى بنفس الطريقة كعلاج أولي الجوارب الجوارب الضاغطة الجوارب الضاغطة للرجل خصوصا مثل ما حكينا لهذول الناس اللي بتطلبوا مهن بتطلب وقفة وجلوسة كتيرة الدوالي في المراحل الأولى الجوارب الضاغطة طبعا برشار معين بضغط معين بتفيد بهاي الحالات في شكل كبير طيب أنا بتكلم عن العلاج دكتور بمان الوقت قاعد يدهمني وعندي أيضا بتكلم عن السياحة العلاجية المؤتمر لكن بشكل سريع الدكتورة علاج الدواري من زين يتم بطرق ذكرتيها أنت منها الجراحة بالليزر وغيره وكذا في بداية برنامج نحدثنا عن الطريقة الجديدة يعني عادة ما أشوف أو أسمع أن هي مسألة تجميلية أكثر من علاج يعني عضوي حسن خاصة عند الحريم يشيدون الدواري أساس أن شكل يطلع بلون أخضر أعتقد أو حيان بنفسه جيب يجب أن يمكن نوضح للمستمعين جميعا أو المتعاملين معنى أن ظهرة الدواري تعتبر مرض فالدواري بصورة عامة عبارة عن مرض الدواري تتدرج مثل ما تكلمنا من درجة أولى إلى درجة سادسة مش كل الدرجات تحتاج تدخل جراحي أو تدخل ليزر أو فالدرجات الأولى مثل ما تفضل دكتور نعطي مثلا العلاجات الوقائية اللي هي تغيير اللايف ستايل المشي الحركة اللي تظهر الدواري عبارة عن نسميها دواري عن كبوتية اللي ذكرتها فتكون عبارة عن شعيرات خفيفة من لما نسوت الفحوصات اللي عن طريق السونار والدوبلر يطلع النتيجة أن الوريد هذا سليم الوريد الأساسي في الجسم سليم ما يحتاج عملية جراحية لين هذه الفترة وبالتالي علاجة بتكون بالإبار أو الليزر اللي هو السطح اللي نعالج فيه الشعيرات الصغيرة كنوع من التجميل لإخفاء مظهر الأوردة ولكن أكثر الحريم بالذات الحريم لما يون يشتكون من حتى منظر الأوردة فهي علاج منها ومنها إخفاء منظر الأوردة جميل أنا سمعت أنا في طبيب زائر متخصص في هذا النوع من العمليات الجديدة اللي طرحتها واللي تحدثنا عنه في بداية البرنامج ويسوي محاضرات وتدريب حق هذا فتخبريني أكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله إحنا بندشن هذه العملية تكلمنا عنها اللي هي تعتبر إنجاز أو ثورة في عالم علاج الأوردة بالمواد الصنغية عن طريق دكتور ردني رابي هذا بروفيسور أمريكي بيزورنا إن شاء الله في طريق 10 أكتوبر بيكون المقر في مستشفى راشد بيكون ورشة عمل كبيرة إن شاء الله حضرنا الحالات اللي بنسويها في هذا كل يوم بنجري تقريبا خمس حالات عادة إحنا نجري من حالتين إلى ثلاث حالات في اليوم في هذا كل يوم إن شاء الله إحنا مرتبين خمس حالات وسبع أرجل يعني في مريضين بيكون أريلين بثنتين لحتى نكسب أكبر يعني نسبة من الخبرة من هالطبيب علما إن إحنا إحنا أردي بدأنا في ممارسة هاي الطريقة مش النيديدة علينا ولكن طبعا أنت عارف يكون تبادل بعض التكنيك صحيح من المصدر الأساسي من الدكتور ومنها طبعا نحن نتشرف في هذه الصحة إن إحنا نستضيف هذا الدكتور ونستفيد إن شاء الله من خبرته وبنستطيف بعض دكاترة زوار ثانيين اللي حابين يتعلمون هالتقنية النيديدة هاي اللي ما مارسوها قبل هالفرام جميل إذن هذا هو يعني نموذج حي لتبادل المعرفة في المجالات الصحية أنا دكتور عندي دقيقة بقسمها نص دقيقة نص دقيقة ككلمة أخيرة بابتدي مع الدكتور ممون شفا عمرية فضل في أي موضوع فضل كلمة أخيرة تبغي توجهها بس لكم دمتم إن شاء الله سالمين والوقاية الوقاية هي أهم أهم شيء نعتبره فبشكل عام يعني مو بس بالدوالين و بشكل عام بالطب الوقاية والذهاب للطبيب عن ظهور أي أعراض بشكل سريع مرات بفيدنا كتير و بفيد المريض طبعا بتجنب وتداخلات مستقبلية جميل دكتور أنا أحب طبعا أن أتوجه بالشكر إلى إدارة مستشفى راشد أولا وإدارة العليا في هيئة الصحة إن الحمد لله كل الوسائل متوفرة لنا في هيئة الصحة ودائما نحقق الرقم واحد أي فرصة لإحتضان أي وسيلة علاجية لإحتضان أي أو تعرف أو تطبيق أي ممارسة جديدة على مستوى العالم تكون الحمد لله عندنا متوفرة أول بأول كان عندنا مؤتمر الأسبوع لطاف بس عن طريق القسطرة وعقد بحث في مستشفى راشد دكاتور أجانب أي من ألمانيا ومن بلاد ثانية قالوا الحمد لله رب العالمين أنه أنتوا في دبي بصورة عامة أو في مستشفى راشد ما عندكم معاناة السعر في أمور وممارسات تكلف الكثير صحيح فوجهت لنا هاي وانت تحس بالفخر أنت يقول أنت ما تعاني من سارفة أنه كم وكم تكلف لأنه 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 يضطرون العمليات الكلاسيكية نتيجة أن العمليات اللي ديدها كلها مكلفة صحيح والحمد لله يعني مستشفى ومراكز صارت من المراكز العالمية دكتورة دين القدرة استشاري ورئيس قسر امتراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد الدكتور مون شفى عمري أخصائي أول بمستشفى راشد نحن شاكمين لكم هذا التواجد وأيضا على طار المؤتمرات ما ننتقل إلى مؤتمر تنظيم الصحي والسياحة العلاجية اللي انطلق اليوم معانا عبر الهاتف الزميل فيصل بن فارس بيعطينا تغطية سريعة عن هذا المؤتمر فيصل شايف حالك مرحبا محمود شايف حالك الله يسلم عندك ثلاث دقائق والله أنا على عجالة بحاول أختصر تفضل يا سيدي طول عمري قبل قليل تم يعني تم طلاق فعاليات مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية بمشاركة أكثر عن 500 خبير وطبيب في المجالات الصحية والسياحة العلاجية يمثلون تقريبا 29 دولة بالإضافة إلى أمية وكيل ومنسق لجهات سياحية مثل شركات السفر والسياحة الفنادق شركات اللوموزين شركات الطيران كانوا أيضا متواجدين اليوم المؤتمر بيكون اليوم مباشر إن شاء الله طبعا بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهذه الصحة بدبي وألقى والمشاركين واتمنى لهم أن هذا المؤتمر إن شاء الله يكون في عوائد إيجابية للجميع لجميع المشاركين طبعا المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة والمتصلة بالاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية وهناك كثير من المواضيع مثل يعني الأخطاء الطبية تطوير مفاهيم السياحة العلاجية والترويج والأيضا الطب الرياضي وكثير من المحاور التي يتطرق لها المشاركين خلال اليوم الأول والثاني محمود مثل ما أنت تعرف أن إمارة دبي تشعى إلى تنويع مداخلها وزيادة إراداتها وأعتقد أن نجحنا بشكل كبير في موضوع السياحة للتسوق من التسعينات نحن عندنا مهرجاء للتسوق وأيضا المؤتمرات والاستماعات سياحة المؤتمرات نعم أيضا بعد أن قطعنا شهود فيه كبير ونحن عندنا كل الميزات التي تساعد على نجاح أيضا موضوع السياحة العلاجية وإن شاء الله يكون رافض جديد للإمارة لدولة الإمارات في شكل عام إن شاء الله يا رب فيصل أنا ودي أطول معاك أكثر وودي أتكلم أكثر لكن بكرا إن شاء الله منعطي رسالة أخرى مفصلة أكثر عن مؤتمر السياحة العلاجية فنحن شاكرين لك فيصل هذه الرسالة السريعة ونتمنى لهم التوفيق الزملاء القائمين على أعمال هذا المؤتمر شكرا جزيلا لك فيصل إذن مستمعين يعني كانت هذه حلقتنا اليوم فيها العديد من المواضيع والعديد من الأمور اللي تحدثنا فيها كان في عدد من الرسالة النصية والله أنا سامحوني إنسيت أقراءها سامحوني والله بس خلني أقراءها السريع ذكر أسعار العلاج في مستشفى دبي عالية جدا كمثال فتح ملف يكلف 1500 درهم قبل البدء بأي علاج سؤالي هل يحقل أي مستشفى رفع أسعار العلاج لهيئة الصحة في دبي نحن نخطر لجعل دبي من أهم المواقع السياحية العلاجية في العالم وهذه الأسعار مبالغة فيها سيكون لها أثر سلبي في تحقيق هذا الهدف والعلاج في مستشفى لا يسابل مستشفى دبي مستشفى دبي هو تابع له هيئة الصحة في دبي أثنين عملية تحديد الأسعار يتم عملية تحديد الأسعار وفق يعني إجراء معين خاص بالمجلس التنفيذي خاص بالحكومة فهي العملية يتم تحديدها أيضا للمعلومات يا عبدالله القطاع الحكومي بالتحديد إذا كانت هناك بعض الأسعار في المستشفيات نحن هي عادة أقل بنسبة معينة ما أقول لك النسبة يعني هذه شار بالنسبة كذا لا بس هي أقل يعني تصل في بعض الأحيان لعشرين بالمئة من الخارج إذا كانت النسبة موجودة فالعملية مدروسة وإن شاء الله بس خلصها المسجين سامحني أيسا العملية مدروسة ولتحاتي الأمور يتم مراجعتها أولا بأول وزاكر الله خير على المسج هذا وطبعا يعني أكيد السياحة العلاجية مطلب و مش مطلب حقيقة هو هدف سوف يتحقق بشكل أو بآخر وسوف نصبح إن شاء الله مثل ما تعودنا المركز الأول في هذا المجال السلام عليكم واشكركم على برنامجكم طيب عمري 39 سنة ولأول مرة شعرت بالدوخة وغماء ورجعت الطبيب وبعت فحوصات أفادوني بأن يبين تشنج في الراس المخ وبعد فترة من أخذت الأدوية صرت أحسن ولكن حاليا صار لي فترة رجعت الدوخة وشعر بالدوخة سواء قاعد أو واقف يوميا بهالحالة لكن ما أفادوني إلى الطباء بسبب التشنج والعلاج له هذا ما نحول المسج على الزميل الدكتور بسام خليه يشوفه يمكن يقدر من خلال برنامج بلسم يتواصل معاك حول هذا الموضوع عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنى إن شاء الله أن نلقاكم في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وهذه تحيات مخرجنا العالمي عيسى سبيل والأخت المتألقة دائما نشفاق مسعد وحتى نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة والسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي